ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم أهلي بفيكم في فيديو جديد ونقول وداع عن iMac Pro مشيت معنا كويس يعني مرت خمس سنوات ولكم تغيباً على وجوده من 2017 طفل 2016 مدري المهم يعني كان جهاز ممتاز ومع السلامة ليش قبل قنسلت iMac Pro أو أعلنت قبل الأسبوع هذا يعني مش شونت الفيديو مدري مثل المهم أعلنت ان iMac Pro خلاص راح توقف تصنيعه الكميات اللي موجودة حين على ما يخلص سبلايرز بزحقينهم الكميات اللي موجودة ما راح تنتجي جدد يعني اللي موجود في البيب يخلص وخلاص ويقفلهم كل شيء ليش؟ طبعاً معنا الموجودة حين ما في بعد الـ upgrade يعني الجهاز واحد يعني تخلط على طول ايلا اقطاع ده اقطاع ده اقطاع ده هذا اللي موجود نسخة واحدة مثلاً بس تخلص خلاص وكسلوه ليش؟ شونت هنا iMac؟ هذا اصغر iMac في 27 انش هذا iMac في 27 انش هذا iMac Pro انا توقعت اول اذا كانت بتخليهم ابل 21 ونص 27 و 27 21 ونص ايماك و 27 ايماك اوكي 27 ايماك برو ليش؟ ابل تقدر تكبر حجمات خليتهم مثلاً ايماك برو خلاص يكون كده خلاص وهم جهاز شاشة مع استاند استاند يجي في فيتر مش مفصول كميوتر جاهز مداخل في الخلف USB-C والاشيات كده موجودة من ورا او ها والله هده يعني هذا الابتوبات ها هاد الاماك وهذا الاماك مداخل يكون في الخلف في زر تشغيل من الخلف وفي مداخل USB-C وغيرها كله من ورا هذا الشاشة تجسس بس كميوترك جاهز بس تجيب الكيبورد والماوس وحطهم هنا ومستخدر بس ابل قالت لا لايماك برو ليش نخليه يكون في ايماك العادي بس يعني 21 بصل 25 او 27 انش ولو شل البازل برضو الـ 21 راح يكون 26 او 23 مثلا او اكبر برضو يمكن يوصل 27 انش والـ 27 انش لشل البازل لان نقولونك بيغيروا شكلها وحطت لكم فيديوهات تكلم لنا لكم انه بيتغير شكلها راح يكون 32 فكذا خلاص نقدر نقول 25 او 26 او 27 او 32 بس ولو برو يتكانسل ليش لان ابل اصلا قابل تغلل اجهزتها قابل تغلل الخيارات لحق نتشتري ابل كان في ايماك برو ليش؟ لانه في معالج خاص فيه من انتل الزيون حطتها هناك ابل الاماك العادي عندك اي 5 عندك اي 7 عندك اي 5 عندك اي 7 عندك اي 7 نسخة ثانية وهين نسخة اي 5 اي 7 ثانية وهناك نسخة زيون ثانية انتل معروفة في النسخ الكثيره 10 جنريشن يو في النهاي 10 او ملتك انه اتش 10 او كي ابل ما تبتسوي لها الشياء نسخة واحدة عندنا معالجاتها الجديدة خلاص نحطها للجهاز بس ما رح تسوي لك نسخة ثانية وتحطها على البرو مثلا وهي الكلمة اللي رح تنشال لكن الايماك القادم بالمعالجة ابل ما رح يوقف يما الايماك برو الموجودة حين بالزيون لا تتوقع انا رح يوقف يما فأب قلت لك ايش اخليه واني ما رح سوي له معالج ثاني هناك ولا رح سوي له جي بيو خاص فيه هناك اريدي الايماك الـ 27 نش عندنا فيه جي بيو عندنا فيه كل شي خلاص نحطها في هذا وخلاص فخففت شوي وهي اوردي رح تخفف هذا الاشياء في المستقبل محتمى على اللابتوبات اللابتوب ابل مثلا الـ 16 انش تقدر تاخذ الـ i9 اخذ الـ i7 اي7 اي9 في المستقبل مع معالجة ابل ما توقع انها رح يكون معالج واحد بس مثلا ام 2 او او ام 2 اكس او ام 1 اكس مثلا معالج واحد بس ليش تحط لك الاشياء ذي كلها لان ابل ما رح تسوي لك معالج الـ i5 في معالج ثاني اي7 و معالج ثالث الـ i9 وهذا فيه ثلاثة نواة هذا فيه زيادة واحد دماء هذا واحد تكنسل هذا اثنين ما فيه لاش هذا كلها فهذا اللي خلتها ابل ما سوتك هناك معالج لو ان ابل مثلا تهوي ام 1 اكس اكس ام 1 ام 2 اكس اون تخلي لك الـ iMac Pro موجود ففي النهاية ايماك برو وداعا كان جهاز حلو اول جهاز تغريبا ايماك كان فيه تصوير الشاشة فل اتش دي فتكنسل الى الحين يعني حركة سوتها ابل اصلا كان حسين فيها من السن الراحة يم حدثت لك الـ iMac 27 انش مش الـ Pro وصارت قوة اصلا تعاد الـ iMac Pro وحدثت لك الشاشة وكل شيء فكان فكر فيها من قبل يعني من السن الراحة انه قلنا الـ iMac Pro الجالس اصلا يعني اشي يقول لك الكلامان يقول لك دخل السكين في و هذا قربت السكين ما دخلت الطعنة المهم قربت قتلة iMac Pro الان قففت منتج هل راح ينقتل خلاص ممكن هل راح يرجع برضو ممكن قبل عادي تحدث لك شيء وبعد 5-6 سنوات ترجع لك باسم ثاني واو تتذكر هون ذاك الجهاز نفس الحركة تسويها بالكل مرين يعني خلنا نرجع قبل 5 سنوات Macbook Air Macbook كبره 13 انش Macbook كبره 15 انش تمت فترة مرة يتحدث حتى الشاشة حقته اللي كان فيه حوافل قدام رصاصي تمت فترة مرة يتحدث نزلت المكبوك العادي خفيف ونحيف مرة وكان فيه ذهب ينزلوه هناك والزهري برضو فالشكل الجديد والله حق مدارس ومدارس 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 بعدين حدثت برضو وحطت فيه i7 وحطت المكبوك فكان موجود عندنا كأنتاج جديد Macbook كبره 13 انش Macbook كبره 15 انش سنتين او ثلاث سنوات رجعت لنا Macbook Air Macbook كبره 16 انش Macbook كبره 13 و 16 اللي بيكون 15 فالحركة دي تسوي هبل يمكن المستقبل يرجع لك شي كلمة برو اي ماك يرجع مرة ثانية برو بشي جديد تسوي معالج خارق يكون فيه اقوة من المعالج اللي راح يكون في ال i7 مستقبل قدام امهم ان الاسم هذا التجاري حق ابل اي ماك برو اذا راح موجود محل الاسم كاسم موجود في المستقبل يمكن يرجع نستخدمونا نفس المكبوك الى الان اتمنى ابل ترجع تستخدم بس فالكل شي ننتظر نص السنة هذي ونشوف الاي ماكات ابل ش بتسوي فيها فالفنائة الفيديو تنسوني اشتراك بالغناء اشتراك حسابي بسناب شات شارف وضواتكم وعمل ليك المقطع بشار المقطع ولا تنسوني وضل دعاكم عارف الاشخاص ينتظرون التصوير الكاميرا حق ساعة ابل او الباند الكاميرا هذا كنت بنزل فيديو هذا الاسبوع لكن نزل لها سوفت فير فقلت حرام اظلمها اعطيها برضو اسبوع ونجرب نسحة جديدة اللي فيها السلام عليكم